بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي مسائل في مقرر مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المتعلقة بالمحور الرابع والتي بعنوان تورجن ونشرح الآن المسألة الرابعة معطى هذا السيستم هذا الشافت المكون من جزئين جزء ألومنيوم وجزء براس AB براس نحاس أصفر والBC ألومنيوم السؤال الأول معطى الألوبل شير ستريس المسموح به الإجهاد المسموح به 50 ميجا بسكال على الجزء النحاس الأصفر AB ومعطى 25 ميجا بسكال على الجزء الألومنيوم BC معطى أيضاً التورك العزم اللي هو 1250 نيوتن متر ومطبق عند النقطة A مطلوب حساب القطر بالنسبة للقطر المناسب طبعاً للجزء AB وللجزء BC بالنسبة للجزء AB نطبق قانون توماكسيموم تساوي TC على J مع العلم أنه J تساوي PI COS 4 على 2 المجهول هو C فنسحب من الجهة الثانية C تكعيب ثم نقوم بحساب الجذر التربيعي فنتحصل على أنه نص القطر على AB تساوي 25.15 ميلي متر الضعف طبعاً 50.30 ميلي متر هو القطر AB أما بالنسبة للجزء BC فإن التاو ماكسيموم المجهول فيها هو C فهو C S 4 على J طبعاً Cancel تعطينا C تكعيب C تكعيب نسحبها هي المجهول طبعاً ونقوم بحساب الجذر التكعيبي بنفس الطريقة الأولى فنتحصل على أنه C تساوي على الجزء BC نص القطر يساوي 31.54 ميلي متر وضعفها هو قطر BC أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال معطى أن قطر الجزء BC يساوي 30 ميلي متر وهو مصنوع من الألمنيوم والألوبة الشيريسترس عليه يساوي 25 ميجا باسكال هنا في هذا الجزء من السؤال الAB يكون hollow shaft مجوف وعنده outer diameter يساوي 25 ميلي متر ومصنوع من البراث أنه حاصل أصفر اللوبة الشيريسترس هنا يساوي 50 ميجا باسكال مطلوب هنا في الجزء الأول حساب the largest inner diameter of the road AB مطلوب حساب القطر الداخلي أقصى شيء للقطر الداخلي المجوف AB بحسب هذه المعطيات وأيضا the largest torque يعني أقصى حد ممكن للترك T في هذا التطبيق نبدأ بالنسبة لطبعا السوليد بي سي معطى أنه نص القطر يساوي 15 ميلي متر 30 على 2 نقوم بحساب T T هنا تساوي نستخرجها من قانون التو ماكسيموم طبعا تساوي J ضرب التو ماكسيموم على C تساوي 132.536 نيوتن متر بالنسبة للحلو رود AB التو ألوبل الشير سترس ألوبل يساوي 50 ميجا باسكال الأوتر دياميتر معطى 25 ميلي متر حسب المعطيات هنا فنص القطر يساوي 25 على 2 يساوي 12.5 ميلي متر معانا القانون للمجوف باعتبار T يساوي J ضرب التو ألوبل على C2 مع العلم أنه J هنا هي تحسب للمجوف فتكون π ضرب القطر الخارجي أس أربعة ناقص القطر الداخلي أس أربعة لكن تقسيم 2C2 وهو القطر الخارجي لأن التو ماكسيموم تحسب على أو باعتبار القطر الخارجي المجهول هنا هو ماذا؟ هو القطر الداخلي القطر الخارجي معطى 2.5 أو نص القطر الخارجي معطى 2.5 ميلي متر فنسحب C1S4 ونعوذ جميع القيم بالمعطيات فنتحصل على C1 تساوي 7.59 ميلي متر وهو نص القطر الداخلي إذن القطر الداخلي هو الضعف يساوي 15.18 ميلي متر ومعلوم عندنا بعض الحسابات أنه التي اللوبل اللوبل طورك أو العزم المسموح به كما حسبناه يساوي 132.5 نيوتن متر ترجمة نانسي قنقر